اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن حب الناس ومحبة الناس لهم ومن حبهم لكلام الله ومن تلاوة كتاب الله عز وجل رحمهم الله تعالى رحمةً واسعة فما ظنُّكم بأقوامٍ أكرمهم الله تعالى في الدنيا بحفظ كتابه وبتلاوة كلامه وبما حباهم الله ورزقهم الله من الصوت الحسن يزيد في الخلق ما يشاء ومن يخرُج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم يُدركه الموت فقد وقع أجرُه على الله وهذا عزاؤنا عباد الله فقد وقع أجرُه على الله فبما عرف الناس هؤلاء القراء إلا بكلام الله عز وجل وبتلاوتهم لكتاب الله تعالى وبما حباهم الله عز وجل من حُسن التلاوة والترتيل وإتقان التجويد لكلام ربنا رب العالمين وبما حباهم الله تعالى بحفظ القرآن الكريم برواياتٍ متعددة وقراءاتٍ مختلفة فذلك فضل الله يُؤتيه من يشاء أحسن الله تعالى عزاءنا في قرائنا أحسن الله تعالى عزاءنا في مشايخنا ولكن ما عند الله خيرٌ للأبرار قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما مات العباس أبوه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات العباس عزاني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما عزاني أحد تعزية أثلجت صدري وأذهبت حزني كتعزية أعرابي إن جاء من البادية قال أصبر نكم بك صابرين أصبر نكم بك صابرين فإنما صبر الرعية بعد صبر الرأس خير من العباس صبرك بعده والله خير منك للعباس والله خير لأولئك فسبحانه وتعالى فنسأل الله عز وجل رهم الرحمة اشتركوا في القناة